مصباح واحد صار كافيا لإنارة منزلين في مدينة تعز لكن هذا الضوء ليس مصدره الطاقة الكهربائية ولم تحل بعد مشكلة الانقطاع الدائم للكهرباء بل أخرى بديلة فحين تجتمع الأسرة لمتابعة برامج التلفاز ولو لبعض الوقت عندها فقط يشعرون بقيمة الحياة في ظل تعقيدات كثيرة يعيشونها الانشغال بغير المشاكل اليومية هي الوسيلة المثلاء للهروب من الواقع وأحيانا تكون متابعة الأخبار يجل ما يحتاجه هؤلاء مع قرب قدوم شهر رمضان يحرص البعض على إيجاد طاقة بديلة للاستنارة ومشاهدة جهاز التلفاز كما يقول من تحدث إلينا هنا شهر الثالث من رمضان وأنا لا أقضى أن أستنى أن أقرس بيض الظلام والضغط علي من الأولاد الصغار يشوفوه برمضان ويتنورهم أضطرنا أننا جمعا من أصحاب الحارة وساعدونا بمساعدات وأخوتي من القرية تقابلي واشترينا الطاقة بعون الله وثم بعون القيران الطاقة الشمسية التي جاءت لتعويض عجل توفير الكهرباء لم تغطي الاحتياجات كاملة لكنها خففت ولو قليلا من انقطاع النور عن المنازل بشكل دائم ليدخل الضوء إليها ولو بشكل مؤقت السكان هنا في المدينة يحرصون وبعد أكثر من سنتين من الحرب وانقطاع الكهرباء على التمسك بما تبقى من مصادر للضوء كنا نعاني من انقطاع الكهرباء المقرف والمؤذري بشكل يومي لكن بدخول اليمن معطفا جديدا وهي دخولها في كارثة الحرب الواقع الآن على الشعب اليمني انتهت الكهرباء تماما وصار اليمن معني بقلب طاقة بديلة تغطي هذه الحاجة التي تعتبر حاجة يومية الطبيعة فقط لا تنظب حين تغيب الخدمات في زمان الحرب يسخر المواطنون الطبيعة لتوفير حل بديل للكهرباء فلا خوف إذن من انقطاع الطاقة الشمسية فأشعة الشمس لا تتأثر بالأزمات السياسية في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر